اشتركوا في القناة هل تظن ان الفاعل هو حرف او يأتي اسما وستعرف ان شاء الله خلال التعرف طيب انظروا هنا ولاحظوا الفاعل هو الاسم المرفوع يأتي بعد الفعل وهو الذي يعمل فعله اذا الفاعل هو اسم وليس حرفا وليس فعلا طيب وبعض الناس يظل ان الفاعل دائما انسان وهذا من الخطأ وقد يكون الفاعل انسانا او حيوانا او غير ذلك وسنأتي الى الامثلة فتعالوا الى السبورة حتى نستطيع ان نفرق بين هذه الامثلة طيب نأتي الى المثال الاول لو قلنا ذهب محمد الى المسجد ذهب محمد الى المسجد ولاحظوا في هذه الجملة دائما الفاعل يأتي بعد الفعل طيب وفي هذه الجملة اين الفاعل الفاعل هنا محمد لماذا محمد لانه جاء بعد الفعل وهو اسم المرفوع كما قلنا في التعريف اسم المرفوع اذا محمد هو الفاعل الذي يذهب الى المسجد نعم ثم وتعالوا الى المثال الثاني لو قلنا اكل الاسد الغنم طيب اين الفاعل هنا الفاعل في هذه الجملة الاسد لماذا الاسد لانه هو الذي يأكل غنم الذي يعمل فعله نعم وهو اسم المرفوع اذا هو الفاعل طيب وسنأتي الى المثال الثالث عندما نقول تمر الايام مر السحاب اين في هذه المثلة او في هذا المثال اين هو الفاعل اين الفاعل الفاعل هو الايام لماذا لانه اتى مرفوعا وهو اسم نعم اذا خلاصة الكلام ايها الاحباء الفاعل دائما يأتي مرحوعا ولا يأتي منسوبا ولا يأتي مجرورا ولا يأتي مجزوما نعم وانتبه جيدا والفاعل كذلك هو اسم وليس حرفا وليس فعنا كما شاهنا قبل قليل نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة